موسيقى الرحل فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ترنز مع باقات اخبارية منوعة رصدناها من مختلف منصات التواصل الاجتماعي البداية مشاهدينا حول بيان من القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة اسطنبول بخصوص دعوة المواطنين إلى التيقن من استفاء شراطات شراء العقارات في تركيا ولتفاصيل أكثر انظم لترنز المحل السياسي والاستراتيجي الأستاذ مساعد المغنم بتصريح صوتي وحصري الجميع شاهد بيان وزارة الخارجية عبر موقع الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي التوهيب القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة اسطنبول بالمواطنين الكويتين الراغبين بشراء عقارات أو وحدات سكنية ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية والتيقن من استفاء العقار لكافة الاشتراطات الخاصة بشراء العقارات طبعا أنا من وجهة نظرين هذا البيان بمثابة نصح وإرشاد وتوعية وحماية لكافة المواطنين وأيضا رعاية لمصالحهم وهذا دور تشكر على وزارة الخارجية والقائمين عليها من سفارات وقنصليات وبعثات دبلوماسية لحماية مصالح رعاية دولة الكويت وأيضا لخدمة رعاية دولة الكويت خالص الشكر للقائمين على وزارة الخارجية وكذلك نتمنى من الأخوة المواطنين الالتزام بمثل هذه البيانات التوعوية والتي فيها نصح وإرشاد وأيضا فيها أرقام للتواصل في حال وجود أي استفسارات وإلى خبر تداولة رواد منصات التواصل الاجتماعي وأيضا تم تداولة بين الحسابات في تويتر حول استمرار الحملات الأمنية المكثفة إضافة لحملة مفاجئة على محافظة حولي بإشراف ميداني مباشر من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس شوف معكم الفيديو من حساب وزارة الداخلية في منصة تويتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحت هاشتاغ شارك في الرقابة نوهت وزارة التجارة والصناعة بمنع وبيع وتصدير واستراد الملابس الشبيهة بملابس القوة العسكرية وأيضا كافة مسلزماتها إلا بموجب تصريح كتابكم من جهات مختصة شوفوا عاكم التغريدة من حساب الوزارة الرسمي تحت شعار رخلك واعي انشرت جمعية حماية المستهلك عبر حسابها في تويتر تغريدة تدعو الجميع لتحميل تطبيق جمعية حماية المستهلك اللي من خلالها راح تقدرون تراقبون وتقارنون الأسعار الأدوية في الصيدليات أو حتى ممكنكم تقدمون شكوى ولتفاصل أكثر عن هذا الموضوع ينظم لترنز رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الأستاذ مشعل سعد المانع بهذه المداخلات الصوتية والحصرية اليوم أبليكيشن جمعية حماية المستهلك أطلق خدمة جدا مهمة وهي مقارنة الأسعار الأدوية في صيدليات الكويت كلها بإمكان كل مستهلك أن يقارن الأسعار من خلال أبليكيشن جمعية حماية المستهلك مجرد يمسح الباركود الخاص في الدولة في أي صادلية ويشوف السعر المعتمد والمثبت من خلال وزارة الصحة وبالتالي إذا كان هناك فروقات أسعار واختلاف سعر يعني مختلف عن السعر اللي ظهر له في الشاشة شاشة الأبليكيشن وبالتالي بإمكانه تقديم شكوى لجمعية حماية المستهلك وأيضا دور نحن نوجه المستهلكين لانتقال هذه الشكوى إلى وزارة الصحة طبعا هذه الخدمة تسهل لكل المستهلكين بإمكانه أن يقيس الأسعار ويقارنها وبإمكانه أيضا أن يبلغ من خلال إن كان هناك أي قياس مختلف من صادلية إلى صادلية أخرى في السابق حطينا داتة الجمعيات التعاونية وسعار الجمعيات التعاونية اليوم بالفعل كل بيانات الأسعار الموجودة والمعتمدة من خلال وزارة الصحة في الأدوية أيضا حطيناها في أبليكيشن جمعية حماية المستهلك وفي إمكان كل المستهلكين قياس جدا سهل ومقارن بإمكان كل المستهلكين اليوم أن يضع خانة الباركودات في أي دواء في أي صادلية وبالتالي يظهر له السعر الحقيقي للسلعة والمعتمد من وزارة الصحة تماشيا مع الخطة التنموية للبلاد وزارة الأشغال العامة استخدمت أحدث التقنيات الحديثة بالمعايير البيئية والخدماتية لتحقيق الاستدامة البيئية في مبنى الركاب تيتو الجديد في مطار الكويت الدولي نشوف التفاصل مشاهديننا بالفيديو القادم من حساب وزارة الأشغال العامة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ومن حساب وزارة التعليم العالي سنشوف معكم فيديو الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي تعلن فيها عن انتهاء الحملة التوعوية الإرشادية والجهني التي استمرت لأربع شهور وأيضا تم إطلاقها عبر حسابات الوزارة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي بسم الله الرحمن الرحيم نعلم اليوم انتهاء حملتنا التوعوية الإرشادية حملة والجهني التي استمرت على مواقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي على مدى أربعة أشتر شاكرين للقائمين على هذه الحملة والداعمين لها هذه الحملة كانت توجيه وإرشاد وتوعية لأبنائنا الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن آلية البعثات شروط التقديم للبعثات وكافة الاستفسارات الخام مختصة في بعثات وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 22-23 نحف أبنائنا الطلبات المقبولين في خطة بحثات وزارة التعليم العالي 22-23 على المثابرة والجد والاجتهاد خلال دراستهم في الخارج وتأفضل تمثيل لدولة الكويت كسطاق لها وكخيرة الطلبة للدوليين في مقارب تتعام وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في حياتكم المقبلة ونأمل التواصل معنا الدائم خلال سنوات الدراسة حياكم الله وياها لكم 25 سنة مرت على رحيل أميرة القلوب ديانا برانسس بحادث سير في يوم 31 من أغسطس من عام 1997 وبمثل هذا اليوم مشاهدين استذكر المغردون ذكرى رحيل الأميرة وتداولوا صورها ومقاطع فيديو عديدة وحتى تصريح الأمير هاري اللي يأكد أن بمثل هذا اليوم والدتي لن تنسى أبدا شوف معكم جانب من التداولات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلا معكم الختام نترككم بحفظ الله ورعايته ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر